في العهد القديم كان فيه بسم يوم يوم الكفارة الله كان بيطلب من شعب العهد القديم أن يصوموا في هذا اليوم ويتزللوا أمام الرب وكان رئيس الكهنة بيدخل إلى مكان يسمى قدس الأقدس أو أقدس مكان حتى يكفر عن نفسه وعن خطيطه وعن خطايا الشعب لكن لما منشوفها الفكرة في العهد القديم كيف فينا نشوفها في العهد الجديد يعني كان رئيس الكهنة نزام حق التفضلت يدخل إلى الأقدس لكن أقدس أرضية أقدس مصنوعة بيد يقول لنا في العهد الجديد في رسالة العبرانين أن المسيح لم يدخل إلى أقدس مصنوعة بيد أجباه الحقيقية بل إلى السماء عينها كيف دخل إلى السماء عينها؟ دخل إلى الأقدس بدم نفسه فوجد فداء أبديا يعني عامل الصليب لما المسيح كان معلق على الصليب مش بس بنشوف يعني اللي بنشوفه من بره ده بسميه الإناء الذي يحتوي المادة يعني أنا بشوف المسيح معلق على الصليب بين الصين عاريا بين أرض وسماء لكن الحقيقة أن هناك كان الله الديان اللي بيقول في إشعية 53 ستة الرب وضع عليه إثم جميعنا فاتشالت الخطايا من علينا وتحطط على المسيح لذلك ترك المسيح من الله وضرب بسيف العدل الإلهي علشان إحنا ننجو وكان المسيح بذلك يتمم عمل الكفارة وبعد الموت والقيامة دخل بدم نفسه إلى الأقدس فوجد فداء أبديا اشتركوا في القناة